وبيبدأ الفيلم مع طفلة ماشي بالعجل لوحده في الشارع لحد لما بيقرب على كارافون كان موجود من بدري لكن الغريب ان الباب بيتفتح لوحده هنا بيحاول يقرب على هناك عشان يفهم القصة لكن لما بيدخل عليه بيلاقي الباب اتقفل مرة تانية وبنسمع صوت الطفلة هو بيسرخ لحد لما بتخلص اول لقطة في الفيلم الحدي هنا وبعدها بنشوف اسرة قررت ان هي تسافر بنفس الكارافون اللي شوفناه من شوية والاب اسمه ستيف مع مراته جوليا وبنتهم الصغيرة اوليفيا مع عمها جاي وجدها تشارلي ومع الكلب بتاعهم بنعرف ان هو جاي بالكارافون ده من فترة كبيرة عشان يسافروا به لكن معظم الوقت بيتخانق مع والده لحد لما بيتحركوا على الطريق ناحية تانية بنشوف والد الطفل اللي اختفى بتدور عليه في كل حتة وطبعا ستيف بيقولها ان هو اول مرة يشوفه في المكان ده وبعرف ان هو للاسف ما شفوش من فترة كبيرة وبعدها بنلاحظ ان عجلة الطفل كانت ورا الكارافون على طول لكن محدش بياخد باله والاسرة كلها بتكون مبسوطة لكن الجدة بتكون ماتت من حوالي سنة بعد شوية بنشوف اوليفيا بتطلب ان هي تبص من الشباك لكن الغريب ان الشبابيك كلها بتكون مقفولة بطريقة صعبة جدا وقوية ولما بيفتحوا واحد منه بنشوف ان الشباك كان قرى بيقطع ايد الطفلة وهنا تشارلي بيعرفوا منه فاضل ساعة للمكان اللي عاوزين يروحوه وبيفضل جاي تريق على كلامه لانه مش مبسوط اصلا من الرحلة دي طبعا ستيف بيتخنق معا بسبب اسلوب الوحش وده بيحصل من ساعة وفاة والدتهم لكن مش بعدي وقت كبير وتشارلي بيعرفوا من فيه اسر على الطريق محتاجة المساعدة بتظهر بنت عشان تشكرهم على الوقوف مع اخوها وان هي طلبت المساعدة اكتر من مرة لكن للاسف مفيش حد وقف عشانها وتشارلي بيعرض عليها ان هي ممكن تتحرك معاهم وبعد شوية بتدخل سامة على الحمام عشان تخسل ايديها من الميكانيكا لكن بتشوف كمية دم كبيرة في الحوض فبتفضل تسرخ لحد لما بيوصل ستيف عليها في النهاية بتعرفوا ان كل ده خيالات مش اكتر واخيرا الاب بيقول لهم ان هو فاضل ربع ساعة عشان يوصلوا لكن بيعدي وقت اكتر من كده بكتير بيحاول ستيف مع الاب ان هما يبصوا على الخريطة وبيعرفوا ان هما عدوا المكان اصلا من بدري لكن الغريب ان العربية بدأت سرعتها تزيد لوحدها وللأسف الفرامل متعطلة طبعا بيعملوا حدثة ولما بيتفوق سام من الخبطة بتعرف ان اخوها مارك بيكون للأسف مات وبيطلعوا من القرفان عشان يشوفوا حد يساعدهم هما اللي اتنين وهنا الطفلة بتعرفوا من الكلب كمان مش موجود معايهم والاب بيعرف ان هو اكيد هيرجع بعد شوية لحد لما بنشوف سام في القرفان مرة تانية في الوقت ده بيتقل لوحدها وبتلاحظ ان في حركة من وراها فبتطلع تاني بسرعة من هنا وبتكون متأكدة ان تشل السبب في موت الاخ وبعدها اوليفيا بتكون قاعدة لوحدها هي كمان وبتسمع صوت حد بيندع لها من القرفان بصوت واطي عشان تدخل ليه لكن الام هي اللي بتدخل وبتشوف ان التلفزيون اشتغل لوحده بتستغرب هنا في فيديو ليهم على الطريق تسجل اصلا وكمان شبح بيظهر من وسطهم فبتخاف جدا وبتخرج على برة بسرعة بتطلب من جزء ان هي تتحرك من هنا في اقربات وكمان بتوري الرسومات اللي كانت عاملها اوليفيا في الكشكول بتاعها واللي كانت عبارة عن اشباح ونسبة قطع في بعض فبيحاول يعرف ان الموضوع صعب جدا دلوقتي وان العربية كمان فيها مشكلة كبيرة والمطور مش بيدور وللأسف لازم يستند اي مساعدة من حد وبتتخنق معه جينيفار في الوقت ده بنشوف جاي قاعد مع سام وده عشان يتطمن عليها وبتعرفه ان هو لازم يساعد اخوه مع الاب وده عشان يتحركه من هنا بدل ما هو قاعد فبيرجع على هناك فعلا وبيحاول ان هو يدور اكتر من مرة ومش بيعرف وباللاحظ ان سام بتساعده هي كمانه اللي بتفهم شوية في الميكانيكا بتاعت العربيات لحد لما بيوصل تشورلي هنا بيحط ايده عشان يشوف المشكلة فين بالزبط لكن للأسف المطور اشتغل ثواني معدودة وكان السبب ان هو يتصف ايده وبيحصل نزيف قوي جدا وبالليل بيحاول ان هما يسلحوا العربية في اقرب وقت وده عشان ينقلوا الاب على المستشفى بسبب ان النزيف ممكن يخلص عليه ويرجعوا تاني على الكارفان وهنا جينيفر بتشوف ان الاكل بينقص بطريقة غريبة والواضح ان هما مش لوحدهم في المكان لحد لما جاي مع سام بيقرروا ان هما يناموا بره عشان يجمعوا ويأمنوا المكان بعدها بيعد الوقت وسام بتحاول ان هي تتحرك حوالين الكارفان لحد لما بتشوف شبح بنته قدامها وبتفضل تسرخ وده عشان تجري منها فبترجع تاني على سام وبيحاول يطمنها ان هي بتشوف خيالات مش اكتر لحد لما بيعد الوقت وتاني يوم على طول ستيف مع سام بيحاولوا ان هما يسلحوا المطور بسرعة لحد لما بنشوف اوليفيا لسه في الكارفان والباب بيتحرك قدامها وبتشوف حبل طالع منه فهينا بتخضع شان تلعب به وراء العربية وبتطلب من الام ان هي تعمل كده فبتعرفها ان هي لازم تاخد بالها من نفسها ناحية تانية بتحاول ان هي تلعب بالحبل طبعا لحد لما بيشوفوا ان المطور اشتغل فعلا والعربية بترجع الوراء باقصى سرعة عشان تقتل الطفلة هنا الام مش بتصدق اللي حصل دلوقتي لحد لما سام بتلاحز ان فيه شخص في العربية لكنه بيختفي فجأة وبتحصل خناء ما بين الاخوات وبعض وبيعرفوا ان هو كان لازم يدوس على فرامل فبيقولوا ان هو عمل كده فعلا لكنها عطلنا اصلا وسام بتكون مصدقة جاي على العكس الباقي وطبعا جينيفر بتكون مرعوبة وبتعرفوا ان كل ده بسبب الشبح اللي ظهر في التلفزيون وطبعا ستيف مش بيصدق الحوار ده وبيفتكر ان هي بتخرف بعد وفاة بنتها هنا سام بتعرفوا ان ما فيش حل تاني ان المطور يشتغل اصلا منهم ولازم حد طبعا يطلع على الطريق عشان يوقف اي عربية وبتطلب من جاي ان هو يعمل كده دلوقتي فهينا بيرفض ستيف حاجة زي كده وبيعرفها ان هو عديم المسئولية وبتحاول ان هي تهد ما بينهم هما اللي اتنين وبتعرفوا ان هما ممكن يتخنقوا بعدين لكن الاول يطلعوا من هنا بترجع تاني جينيفر على الكارفون وبتشوف فيديو اللي بنتها قبل ما تموت فبتفضل تسرخ عشان حد يشوفه معيها وللأسف المبت قفل عليها بعدها بيظهر راجل من وراء عشان يخلص عليها وما حدش يعرف مين الشخص ده والنحية التانية بيكرر ان هو يسيب الحبل في ايديها عشان يبني انها اللي خلصت على نفسها وطبعا ستيف لما بيرجع العربية بيتصدم من اللي عمال يحصل بعدها على طول بنشوف ان تشارلي بيتخنق مع ابنه كالعادة وجاي بيعرف ان والدته كانت تستاهل حد احسن منه لحد اللي لما بيسمعهم ستيف انه بيكرر ان هو يقول له الحقيقة والنموم اصلا كانت بتخون والدهم لمدة كبيرة وانهو ما حضرش الجنازة بسبب اللي عملتهم عقب لما تموت وانهو كمان حضر الحفلة بتاع التخرج جاي وانهو كان مرقب كل حاجة من بعيد لكن كان خايف من رد فعله ساعتها وانهو اتفق اصلا على الرحلة دي مع والدتهم قبل ما تموت ودلوقتي بينفز الوعد بتاعه وفي النهاية بيتفق ستيف مع اخوه انهو ما يطلعوا للطريق السريع عشان يشوفوا اي عربية تساعدهم لحد اللي ما بيرجعوا على الكارفان وهنا بيحاول انهو ما ياخدوا اي مية عشان تفضل معاهم بيشوفوا صور بنته واقع على الارض والباب بيتفتح لوحده في الكارفان وبيحاول انهو يحط ايضا عشان يشوف اللي جواه وهنا بيشوف كمية اسلحة غريبة مع شعر بنته ومسدس وصور بنات كتير متعذبة وجمان مقتولة في المكان لحد لما بنشوف صورة للراجل اللي قتل جينيفر طبعا بيفتكروا انهو صاحب الكارفان قبل ما يشتروه لكن الاب بيعرف انهو اول مرة يشوف الخلق دي اصلا لحد لما الشاشة بتشتغل مرة تانية هنا بيشوفوا معا بنته وبتفضل تعذب فيها لحد لما بيعرفوا انهو اسمه روبرت وكان قاتل متسلسل ونزلت اخبار عنده في كل حتة لكن الكلام ده كان من فترة كبيرة مفروض وهنا بيعرفوا ان ده ده قريبا الكارفان اللي حصلت فيه الجرائم دي لكن جاي بيقول لهم انهو مش يفرق في الموضوع ولازم يرابوا من هنا في اقربات وقبل ما يكمل كلامه بتتحرك العربية الواحدة عشان تدخل السكاكين في الابت ويموت وتشارلي بيكون قرى بيتجنن من اللي بيحصل مع اسرته بيخرجوا من العربية بسرعة وهنا بنشوف ان تشارلي الوحيد اللي خرج منها لكن سمع ستيف لسه محبوسين والأوبابة طبعا مقفولة ومش عاوزة تتحرك فبيحاول ان هما يفتحوا اكتر من مرة لكن مش بيعرفوا لحد لما بنعرف ان العربية دارت مرة واحدة وللأسف استير مش بيقدر ان هو يوقفها مهما عمل وبيفضل يتحرك ولا تشارلي عشان يدوسه هنا بيخاف جدا ان هو يعمل كده وبيحاول يوقف العربية لحد لما بتقف فعلا في النهاية وبنعرف ان الاب لسه عايش وفي الاخر بيدرب نار على الازاز في الوقت ده بيكتشف ان ما فيش رصاص اصلا في السلاح وبيفضل يتكلم مع سام عشان يعرفها ان هو لازم يلحق الاب قبل ما يموت بسبب النزيف فهنا تشارلي بيعرف في ستيف ان هو لازم يتحرك بنفسه على طريق عشان حد ينقله عن مستشفى فعلا وسام بيشوف السلاح بيتحرك لوحده على ايده وستيف بتكون مرعوبة جدا ومستغربة من اللي بيحصل في الوقت ده بنعرف ان شبح روبرت مسيطر عليه عشان يخلص على سام لحد لما بيفوق مرة تانية وبيكتشف ان كل اسرته بتكون ماتت اصلا فهنا بيدرب نفسه بالنار عشان ينهي الموضوع وطبعا سام الوحيد اللي بتكون في العربية وبتعدل ايامه محدش يعرف ان هو لسه عايش بعدها بنسمع صوت جاي من العربية لحد لما بتفضل تسارخ وبتطلب من السفح ده ان هو يفضل بعيد عنها لحد لما الاصوات بتختيفي مرة تانية وبالليل بنشوف ان الانوار بتشتغل وتنور لوحدها لحد لما بيظهر روبرت عشان يأجم عليها ويسحبها على القوضة اللي كان بيعزبها فيها الضحايا لكن بتسحب في الوقت المناسب قبل بتدخل عليها وبتضربها في الحيطة بتاعة الكارفون لحد لما بنكتشف ان ده بيحصل اكتر من مرة وان هو بيتعور قدامها وده معناه ان اي حاجة بتحصل في الكارفونة والعربية نفسها هتحصل للسفاح اللي قدامها فبتفضل تقصر فيه وبتضربه اكتر من مرة لحد لما بيسرخ فيه عشان تطير كل حاجة بعدها بتقع سام في القوضة وباليوم بيخلص على كده لحد لما بييجي تاني يوم ومنشوف اتنين شباب بيقربهم من الكارفوندة وواحد منهم بيقرب اكتر عشان يشوف مين اللي جواه والغريب ان هو مش بيلاه حد موجود لحد لما بيفتح الباب عشان يدخل على جوه وطبعا الباب بيتقفل بعدها على طول زي باقي الشباب اللي ماتت قابلي كده هنا بنعرف ان الكارفوندة هيفضل ملعون للابات واي حد هيدخل فيه هيموت على طول وبيخلص الفيلم الحد هنا فما تنساش لعجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة ولعندك اي اقتراح فيلم رعبة واكشن اكتبوا هنا تحت في الكومنتات وما تنساش كمان تعمل اشتراك لقناة بيت الافلام واللي هتلاقي عليها افلام بكل اللغات وكمان من كل الانواع واشوفكم ان شاء الله قريب جدا في فيلم جديد سلام